وإحنا كده يعني بنتكلم على الموسم والمواسم وكما بنتكلم على الطاقة الحلوة والروح الحلوة فيه ممكن على السوشيل ميديا ودي حاجة من الحاجات اللي أنا بحبها في السوشيل ميديا يعني فيه بعض الحاجات على السوشيل ميديا بتبقى مش لطيفة جدا إنما فيه بقى حاجات تانية بتبقى حلوة جدا بتخلينا نشوف فيديو زي اللي إحنا هنتكلم عليه دلوقتي أو خبر زي اللي إحنا هنقوله دلوقتي إن فيه سيدة أمريكية عندها واحد وتسعين سنة قدرت إن هي تحتفل بعيد بلادها يعني بأن هي يعني نطت بالمظلة لأول مرة عارفين حضراتكم طبعا إيه الناس اللي هي بتروح بتنطم الطيارة وتنزل بالبراشوت وكده يعني هي قدرت السيطة دي إيدا شانون إن هي تحتفل السنة دي بالقفز بالمظلة وهي السنة اللي فاتت عملت رحلة للتزلج وكانت يعني واضح إن هي بتحب إيه المغامرة وبتحب إن هي تحتفل بعيد بلادها بشكل يعني مختلف شوية على رغم إن هي عندها واحد وتسعين سنة إحنا كلامنا طبعا على فكرة يعني مش بنحرد اللي عندهم واحد وتسعين سنة إنهم عملوا زي شانون لأن هي مش كل الناس طبعا عندها هذه القدرة يعني مثلا أنا من سنين طويل أوي وصغيرة جدا ويعني شابة في مقتبل العمر جربت البانجي جامب مرة واحدة في شرم الشيخ وحلفت بتتعملش تاني من كتر ما كانت مرعبة قصية مش مسألة بس طاقة بدنية نفسيا كمان أنا حسيت إن هي خلاص هي تجربة بتتعمل فخلاص الحمد لله على كده فمش عارفة أنا لو ربنا الدنيا عمر مثلا عندي تسعين سنة ولا حاجة زي شانون ولا لا شانون على فكرة عندها مبدأ كده في الحياة بتقول إن الحياة هتبقى مملة جدا لو ما فيهاش مغامرات فاضح إن هي شخصيتها كده يعني هي سيدة مو غمرة من طول عمرها مش موضوع سيدنا بس وبتقول يعني الحياة هتبقى مملة لو ما فيهاش لمغامرة ولا مخاطرة زي ما هي بتعمل كده دلوقتي واصحابها طبعا اللي حضروا الموقف ده قالوا إن هي قوية وبتحب الحياة وبتحب الناس حقيقي طول ما الإنسان عنده رغبة في الحقيقة إن هو يحقق حاجة وإن خلاص بقى ما يعودش بقى عنده لتفكير اليائز بتاع خلاص إحنا كبرنا إحنا مشيين بعلاج إحنا مش هارفة إيه طول ما إنت حاسس إنه فيه حاجة ممكن تحققها ولو بسيطة دي هتعمل فرق إن شاء الله حتى لو كنت معادي الميت سنة تعالوا نشوف الفيديو ونرجع مرة تاني اشتركوا في القناة يعني هو طبعا إن الواحد يتكلم على الفيديو غير لما يشوفه خالص لأنه مادام شانون الحقيقة يعني الوضع يعني ده إيه ده إيه القلب ده صح ده يعني ده قلب بجد يعني إحنا عسنا نخفنا وإحنا بنتفرق آه لا يعني أنا مش عارف أنا أنا بعدين الفيديوهات دي يا جماعة بتخلي الواحد يتكسف من نفسه جد بجد يعني يعني لا يعني أرجوك يا جماعة بلاشر في فيديوهات دي تاني بعد إذنكو يعني ليه كريم دي فيديوهات ملهمة بس ملهمة طبعا ملهمة بس بتخلي الواحد كده يبص إن هو يعني مش عارف يعني أنا أكتر مغامرة يمكن عملتها كانت مش عارف نط من على الترامبولين مثلا حاجة من الحاجات الخفيفة كده إنما يعني بس عايز أقول طب كريم إنت لو يعني إنت متخيل نفسك لما تبقى 91 سنة هتبقى بتعمل إيه؟ لا أنا متخيلة على فكرة متخيلين أنا؟ أنا متخيلة أنا لما يبقى عندي أحدو 90 سنة هعمل إيه؟ أه أنا هاوض في البيت برضو زمان قاعدة بس أهم حاجة حيواناتي حوالي وكويسين وصحتهم كويسة أودهم للدكتور ورعيهم يعني أكون طبعا أنا أكون طبعا ثلاثة معيش من 30 سنة أذكر أن أنا يعني سنتين ثلاثة وبتدي أطلع معيش آه مش كده إحنا بنحس إحنا عندنا إحساس المعيش حسنا أنا تقفت شوية كده لا والله بس أنا بشوف إنه فايدة إن إحنا نلقي الضوء على تجارب زي دي في الحياة إن هي بتديك أمل وبتديك كده يعني حكمة من حكم الحياة إنه على فكرة إحنا قبلنا ناس يعني أنا قبلت ناس في حياتي مثلا بقى عندهم 20 سنة وتحس إنه هو اليأس بتاع الدنيا كله فيه كأنه مثلا خلاص يعني الدنيا سودة وقبلت ناس برضو ويعني ممكن زي شانون كده كبار في السن بيلبسوا وبيتمكيجوا وبيرقصوا وبيخرجوا وبيسافروا وبيستمتعوا بالحياة ولا كأن في أي حاجة وأنا بحب بقى الناس دي قوي بصراحة أنا نفسي نحن بحب قوي الناس اللي بترمي العمر على جنب كده إنه هو مجرد أرقام وفعلا من جواها نفسي من الفيديوهات دي فعلا إن إحنا نتعلم بدل ما إيه أنا قاعد بفكر كده إنه يعني حطلع السلم إزاي الأساسات بويس أيا روكبي شانون دتنا يعني المثال حلو جدا لإحساس المغامرة طبعا إنه أعتقد إن هي المغامرة هي اللي كمان بتخلي الواحد إنه هو يتعلم حاجات جديدة صحيح؟ ويقابل ناس جديدة في الحياة فالحياة يمكن بنحييها ونتمنى إن شاء الله نشوفها السنة الجاية في مغامرة جديدة بلاذا ترجمة نانسي قنقر